وانضم إلينا من القاهرة الدكتور عبد الحكيم الواعر المدير العام المساعد لمنظمة الأغذية والزراعة الفاو والممثل الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا دكتور عبد الحكيم أهلا بك على شاشة الغد الدول العربية تمر بأزمة حادة في توفير الغذاء ولكن ما هي الأسباب وما الذي دفع منظمة الفاو إلى اعتبار العام الجاري هو الأسوأ في مسألة الأمن الغذائي؟ صحيح أولا هناك العديد من العوامل التي تؤثر في حالة الأمن الغذائي منها ما هو طويل الأمد ومنها ما هو مستجد ربما نذكر منها التغيرات المناخية التي تلقي بدلالها على المنطقة وطبيعة المنطقة من ناحية ندرة الموارد المائية بالدرجة الأولى وكذلك شح الموارد الأخرى المتعلقة بقدرة الأرض على الإنتاج الزراعي خلافا على زيادة النمو السكاني وتوسع الأراضي العمرانية على حساب الأراضي الزراعية كل هذه التحديات حقيقة خلقت تحدي كبير لهذه المنطقة لتجعل من المنطقة مستوردة طبيعيا للغداء من الخارج فبالتالي أتت بعض الأزمات الحديثة مثل جائحة كورونا كوفيد 19 وكذلك الأزمة الأكرانية الروسية في البحر الأسود التي تعتبر مصدر أساسي للغداء الرئيسي في المنطقة العربية وبالتالي أثرت في سلاسل الإمداد المباشرة للدول العربية التي تعتمد في عدد من الدول أكثر من 70% من حاجتها من الغداء الأساسي على هذه المنطقة طيب دكتور ما هو تقييم المنظمة لنتاج الحرب الروسية اللوكرانية على العالم العربي؟ وما هي الدول الأكثر تأثرا وإذا كان هناك أي خطط للفاو لمساعدة هذه الدول؟ أولا تم اليوم من قبل منظمة الفاو بالتعاون مع خمس منظمات المتحدة إطلاق التقرير السنوي لسنة 2022 حول حالة الأمن الغدائي والتغدية في المنطقة العربية والذي يشير إلى أن أكثر من 154 مليون نسمة من سكان المنطقة العربية مهددون بالجوع وكذلك يشير التقرير إلى بعض الأثار الضارة للأمن الغدائي والمتعلقة بعدم صحة الغداء الموجود أو المتوفر لدى سكان المنطقة منها مؤشرات التقزم والهزال وأمراض السمنة واضحة في الزياد الآن منظمة الفاو تشير من خلال هذه الأرقام إلى لفت نظر وضعي سياسات والاستراتيجيات داخل هذه الدول لتغيير سياسات التعامل مع الأمن الغدائي ولاحظنا بعد أزمتي كوفيد-19 وأزمة البحر الأسود توجه العديد من الدول إلى مسارين أساسيين الأول تمثل في زيادة القدرة الاستيعابية للمخزون الاستراتيجي داخل الدول ليصل في كثير من الدول العربية إلى 6 أو 9 أشهر من القدرة لتمويل المواد الاستراتيجية وثاني هو زيادة القدرة المحلية أو الانتاجية المحلية داخل هذه الدول لتحقيق ولو الحد الأدنى من الاكتفاء الداتي في بعض الصلع الاستراتيجية مثل القمح والشعير والدرة والحبوب الأساسية في هذا الغداء وتدعم الفاو كل هذه الاستراتيجيات والتوجهات مع هذه الدول للوصول بها إلى قدرتها على انتاج الغداء بشكل كافي داخل هذه الدول طيب دكتور إذا ما حدثتنا حول تأثير التغيرات المناخية على أزمة الغداء العالمية التأثيرات المناخية طبعا تغيرات المناخية تأتي في مقدمة تدبات هطول مواصم الأمطار نحن نعلم أنه في كثير من المواقع المنتجة للغداء هي في الواقع لا زالت تعتبر زراعة مطارية تعتمد بشكل مباشر على مواسم هطول الأمطار وأثرت التغيرات المناخية في تدب هذه المواسم لاحظنا احنا في المنطقة العربية الآن على مدى خمس سنوات ودخلين في السنة السادسة انعدام هطول الأمطار في مواسمها المحدة وبالتالي تأثر مواسم الإنتاج الزراعي والحصاد الزراعي كما كان مبرمج لها في السابق هذا بالدرجة الأولى كذلك تسبب بعض الأماكن والمواقع بالجفاف وهناك بعض المواقع أصيبت بعض الفيضانات هذا العام مما أثر على قدرتها في المحصول الزراعي التغيرات المناخية أيضا لها جوانب أخرى منها ارتفاع منسوب مستوى سطح البحر ولاحظنا في مصر تحديدا في شمال الدلتا في مناطق تداخل مياه البحر مع الأراضي الزراعية وزيادة نسبة الملوحة بشكل كبير في الأراضي الزراعية وبالتالي قلت هذه الأراضي على القدرة الانتاجية الزراعية هذه كل التحديات المناخية المباشرة التي داعت العديد من الدول ومنها جمهورية مصر بس كثير من الدول في المغرب وكذلك تونس والأردن لجأت إلى زيادة الموضوع الاستصلاح الزراعي واسترجاع بعض الأراضي التي تم فقدانها في قدرتها للانتاج الزراعي وإعادة تأهيلها لزيادة الاستصلاح الزراعي فيها وهذا مجهود كبير جدا تقوم به العديد من الدول بمساعدة من الفاو هناك جانب مهم يجب أن نهمله هنا هو قدرة الدول على تكرير المياه لغرض الزراع لأنه تبقى المياه هي المورد الأساسي لتشغيل قطاع الزراع ومصر بدلت مجهود كبير جدا من خلال محطة بحر البقر وغيرها من المجهودات لاستخدام المياه المكررة في زيادة الانتاج الزراعات ربما هذا يقودنا إلى السؤال حول الخطط التي وضعتها منظمة الأغذية والزراع الفاول للخروج من أزمة الغذاء الحالية وتحديدا في المنطقة العربية نحن نعلم أن التحديات الأساسية لمنظومة الأمن الغذائي تتمثل في أربع محاور أساسية هي النزاعات الممتدة خصوصا في الأماكن التي فيها النزاعات مثل العراق وسوريا واليمن وأيضا موضوع التغير المناخي وكذلك ما يعرف بالأزمات الاقتصادية والأزمات الطبيعية مثل كوفيد-19 وكذلك الهزة الأرضية الأخيرة التي شملت تركيا وسوريا وغيرها من بعض المناطق وكذلك ما يعرف بآليات وأنماط استهلاك الغذاء التي ينتج عنها الكثير من الهادر والفاقد في الغذاء الذي يصل إلى نسبة 30 إلى 40% من المطقة العربية من الغذاء الفاقد يوميا في استهلاك الغذاء لتناول هذه التحديات يجب معالجة أربع محاور أساسية أولها الاستثمار في التقنيات وبالتالي الابتعاد على آليات الزراعة التقليدية والنمطية مثل الري بالغمر إلى التوجه إلى آليات الري الحديثة واستخدام التقنيات الحديثة في الزراعة وكذلك ما بعد الحصاد ثم الاستثمار في التجارة والتقرير الذي أطلق هذا اليوم من منظمة الفاو مع المنظمات المشاركة يشير إلى همية الاستثمار في التجارة الإقليمية والتجارة الدولية بشكل منصق ومقنن يسمح للدولة أن تستخدم التجارة كبديل لتوفير الغذاء الأساسي يأتي بعد ذلك ما يعرف بالاستثمار في القدرات المحلية للإنتاج وزيادة الإنتاج المحلي ثم النظر في آليات وأنماط استهلاك الغذاء لدى المواطنين للتقليل من الهادر والفاقد في الغذاء هذه الأربع محاور ضرورية لمعالجة الأمن الغذائي وهو ما تقوم به الفاو من خلال استراتيجياتها وبرامجها مع الدول طيب دكتور لو تحدثنا بشكل مفصل حول مساهمة منظمة الفاو في دعم الإنتاج الزراعي وتأمين أيضا الغذاء في العالم العربي وهل هناك خطط أو اتفاقيات مع الحكومات العربية في هذا الإطار نعم نحن في المنطقة العربية من خلال المكتب الأقليمي ندير مكاتب قطرية في كل الدول العربية لدينا مكاتب قطرية الفاو لديها مكتب في كل قطر من الأقطار ولديها اتفاقيات مع هذه الدول لمساعدتها للنهوض بالتنمية الزراعية ويأتي تدخل حسب قدرة وحاجة الدول هناك بعض الدول ما تتطلب التدخل مباشرة على المستوى الزراعي من خلال امدادها بالحبوب والمبيدات والأسمدة والآليات الضررية لدعم قطاع الزراع خصوصا في الدول التي ليس لديها الإمكانيات والقدرات الكثير من الدول تحتاج إلى توجيهات سياسية ووضع سياسات واستراتيجيات من خلال مدهب الإحصائيات والتحاليل والأرقام التي تمكنها من مراجعة استراتيجياتها الوطنية وهذا ما يتم من خلال منظمة الفاو من خلال ما يعرف بالبرنامج الاستراتيجي العام الإطار الاستراتيجي لمنظمة الفاو الذي يهدف إلى جعل منظومة النظم الغدائية والزراعية متكاملة وشاملة وأكثر استقرارا وأكثر استدامة بشكل يضمن أفضل حياة وأفضل إنتاجية وأفضل بيئة وأفضل استمرار لإنتاج الغداء في هذه الدول أشكرك شكرا جزيلا لك الدكتور عبد الحكيم الواعر المدير العام المساعد لمنظمة الأغذية والزراع الفاو والممثل الأقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا كنت معنا من القاهرة شكرا جزيلا شكرا جزيلا لمنطقة الشرق الأوسط شكرا جزيلا لمنطقة الشرق الأوسط